السلام البنات ومرحبا بكم معي في قناة عالم المرأة مع سوسو اليوم بإذن الله فيديو جديد سنشارك معكم يوم عيد الميلاد ديال بنتي ونشارك معكم كذلك التتيمة ديال التحضيرات اول حاجة كي كنت حطيت فيديو سابق خليت حضرت الكوكيز وزينتوا غد نخليكم رابط الوصفة اللي باقي ما شافش الفيديو ده بغا ندوزو نحضروا واحد الحلوة كتجيزوي ونابت زاف كيقولوا لها الجزائرين حلوة الحلقوم على ما عبتش هنا كيسميتها مهم حلوة كتجيزوينا وصافي غنحتاجوا لها جوش كيسان ديال ما كاسونس ديال السكار سانيدة نس كاس ديال النشا شوية ديال الحامض وشوية ديال الملح وملوين وأي نكهة بغيتو بالنسبة للعبار أنا استعملت هنا كاس كبير ممكن تستعملوا كاس ديالعن بغن ناخدو شي كاسرونة غد نديرو فيها جوش كيسان كبار ديال ما غد نديرو فيها كاسونس كبير ديال السكار سانيدة او لسكر حبيبات قليل من الملح عصير ديال الحامضة وغنضيفون نس كاس ديال نشا او لما يزينا من بعد سافي غد ناخدو شي خلطي غد نخلط المكوينة مزيام عبادياتهم حتى كتدوب ديك النشا ودك السكر في الماء من بعد غد نضيفوا الملوين والنكهة اي ملوين كتفضلوا اي نكهة كتفضلوا اللي بغي يعوض الماء باي عاصر سوي عاصر برتقال او لا عاصر فراولة ممكن يستغنع الماء ويدير العاصر وبها الطريقة ما غيحتاج لها ملوين لا نكهة سافين بعد كنخلط المكوينة مزيان انا غد نضيف شوية ديال لون او الاحمر غي باش غيعطيني مبعد واحد للون غوز او الوردي سافين بعد غد نخلط المكوينة وغد نردهم فوق البوطة على نار المتوسطة مع التحريك المستمر سافين بعد كنديرها فوق البوطة كي يقول لكم او فوق النار وكا مبقى نحرك مزيان ما كان غفلوش عليها كل مرة كا مبقوا نحركوها حتى كي بدار خاليط كيعقادها انتم ما كي كتشوفوا بها الطريقة سافين بعد غادي نستمر في التحريك وغادي نخليو الخاليط حتى نحسو انهو تشرب داك الماء والخاليط كي تعسل مزيان راك اتاخد ثلاثين حتى الاربعين دقيقة وحنا مرة مرة هكا نحركوها باش ما كي لستقوش دوك مكوينة هنتو ما كي كتشوفهم بعد كي كي يولي القوام ديالها بهات شكل هادا سافين غادي ناخدو ده باشي اينا او لا شي مول ديال السيليكون تبا مستعملو اي مول بغيتو اي شكل بغيتو انا استعملت هنا هاد لي مول ديال السيليكون واستعملت هاد الاينا اي شي اينا يكون مربع ولا مستطيل درت له وارقة المطبخ خدهن تبا القليل من الزيت باش من بعد فشان نزول هاد الحلوة ما كتلتاسقش سافين ده با كندوس كنعمر للمولة السيليكون بها الطريقة وكان عاود نأكد اننا هاد الخالي الضروري ما نخليه فوق النار حتى كيتعلق مزيان وكي قصاح وكان حسو ان هاداك المال اللي درنا فيه قاعد تبخر وكيتعسل سافين من بعد غادي نقدب هاد شكل هادا كي كتشوفو هنا يا دهنتي ديال بشوية ديال الزيت باش حاولت اننا نبسط ديالك الكيميال اللي دات في هاد لي مول هادو ومن بعد سافين غادي ناخد الاينا الاخر غادي نصب فيه الكيميال كاملة اللي بقات انتم ممكن تستعملوا اي مول ديال السيليكون عندكم كما انكم ممكن تستعملوا غي شي مول او لا شي انية يكون شكل ديالها مربع او لا مستطل سافين بيات كنصب فيها الكيميال كاملة وكنخليوها ليلة كاملة تبرد ما نديروها لفت اللاجة لا تشي حاجة كنخليوها تبرد هيب حديثات كتاخد درجة الحرارة ديال المطبخ كتبرد مزيان وكتشد راسة كنخليوها ليلة كاملة حتى تبرد مزيان سافين من بعد غادي ناخدو نشام بعد ما كتكون بردت غادي ناخدو شي نشا وغادي نديروها فوقها نشاب هاد طريقة كي كتشوفوا غادي ناخدو شي سيكيني كل حاد وغادي نبدو نقطعوها او من بعد غادي نفندوها في سكر ساندة او في سكر حبيبات ممكن استعملوها غي هكا ممكن ديروها في الشكلات كي زينتها انا بشكلات البيض وزينت فوقها حبيبات ده بغا ندوزو باش نصيبو هاد المساساس هادو نقولوهم حنا بالداري جما بلا ما نعقدوها سافين بعد كان ناخد اي نوع دلجينواز عندكم بقى لكم غادي نشيت اولى الفتاة اللي كي بقى لكم دلجينواز ممكن تخلطوه بياغورت ممكن تخلطوه بشكلات اي حاجة بغيتو ممكن نجمعو بها العجل سافين بعد كان نديرو كورات بهات الشكل هادا وخديت انا هنا عويدة ديال لاباي قطعتهم وصافي درتهم في شوية ديال الشكلات ثم بعد تبتهم في وسط ديالك الكورة وكان ندورها كاملة بهات الشكلات ممكن استعملو اعوض ديالشيوة كدلك ممكن تديرو كيقول لكم اي حاجة بغيتو سافين انا غنزين هانا بذير ميسيل ديال الشكلات اللون ديالها اسود انتو ما ممكن تزينوها بذير ميسيل الشكلات ملونة تزين كيبقى اختياري على حساب الرغبة على او على حساب نتوفر سافين بعد انا فاش كنتبتهم كان ناخد هنا يا نحكا او لا نحكا كالعادية كنديرها فوق شيكاس وكان بقال ندير ديالك العواد في ديالتقيبات هكا باش كيتبتو كينشفوه سافي بانفس الطريقة ناخد لاباي كندير فيها القليل من الشكلات وكان دير ديالك الكورا ديال كيكا وسافي كندورها بالشكلات بهتالطريقة هدي كندور ديالك الشكلات مع الجواني بزيان حتى كتشدرها ساوحد شوية ومن بعد سافي كندهو في الشغرية ديالتشكلات الاسود انتو ما ممكن تستعملوا اي حاجة تزين سافي بهتالطريقة هذي وغادي نكمل كل شي بكمية بنفس الطريقة بما ان الجو بارد ما تحتاج لنديرو اللفت اللجة لتشيها جاغي دقائق معدودة وكتقبط راسها وكتقساح سوف ندوز من حدة دور ونحضر معكم عفوان الدراء لا ما نقولو احنا بوب كورنون الدراء عادي يا اولاد الشعب كناخدو الدراء بقى انا غندير هنا يا الدراء حلوة وغادي نديرها ملونا بالملوين الوردي غادي ناخدو كيميا من الزيت غادي نديرو فيهاو حت لاتة المعارقة بارد ديال السكر ساندة او للسكر حبيبات غادي ناخدو كيميا ديال الدراء غادي نديروها في المقلات كذلك هادي الدراء هاكتجي حلوه كتجي مع السلزونة وكتعجي بالوليدات مهم انا نديروها في شيئنا يكون عرض بهالطريقة هادي غادي ندفو عليها الملوين اي لون بغيتو حمر صفر زرق اللي لعجبكم وغادي نديروها فوق النار على نار تكون توسطة مع التحرك المستمر باش هكا ما كيتتحركش داك السكر ساندة وصفين بادي كتطر تقدرها كتجي حلوه كتكتسب داك اللون الورضي وكتجي زوينه بزاف بالنسبة للزين انا خديت هنا يا ليمول ديال مادلين ودرت فيهم ها الدراء هادي وغطيتهم بالسلوفان وشديتهم بواحد سينته من الفوق وده بغا ندوز نحضر معاكم الصابلي اللي استعمل وحت الصابلي كي يجيزوين وسهل نحتاجه ميو وخمس وعشرين جرام ديال زبدة مارغارين او لنصف رابعة ديال زبدة نحتاجه كاس ديال زيت نس كاس ديال سكار غلاسي او لسكار سقيل شاسياد الفاني شاسياد خميرة الحلويات بيضة قبيصة للملح وبطبيعة الحال الدقيق ناخده شئينة انا خديث هنا يالك ساعة سوف نديرو فيديك ميو وخمس وعشرين جرام ديال زبدة ممكن تضافوا المقاديري لا بغيتو سوف نديرو خمس وعشرين جرام ديال الزبدة سوف نضيف لها نس كاس ديال السكار ساندة او لسكر هبيبة الكمية ديال السكار كي تبقى لحسب الرغبة سوف نضيف شاسياد الفاني ممكن نعوضه بالحامض محكوك قشور الحامض سوف نخدم الخليط مزيان حتى نحصله على واحد بومادة وكي تجانس الخليط بعديات وكي يدوب ديال السكار مع ديال الزبدة بها الطريقة سوف نضيف بيضة ونخلط المكونات مزيان بها الطريقة كي تشوفوا ونضيف لهم كاس ديال الزيت هات الصابلرة كي يجيه شيش بزف كي يجيه كيدوب في الفم بالنسبة للناس اللي عزاز عليهم الصابل يكون هشيش بزايف سوف يقول لكم بعد غادي نضيف لهم كاس ديال الزيت بها الطريقة هادي وغادي مقا نخلط المكونات ونضير قدرت واحدة قبيصة الملحان سيتنضيفها في الأول بالنسبة للخامير هذه الحالويات ما غاديش نضيرو الشاصوية كاملة باش هكاش عفوين باش هكاش صابلي ما غاديش يتنفخ غادي نضيرو غادي واحدة نص معلقة صغيرة وصافي نخلط المكونات مزيان مع بعديها تحتك تجانس وكان بقا نضيفو الدقيق بشوية بشوية حتى نجمعو العجين ركيخ تقريبا 500 جرام متون ما صوفوا اشوفوا عفوين على حساب الدقيق اللي عندكم مش كيتشرب او لا ما كيتشربش سوف يمبغي نذكر انني ها التحضيرات هادي ما قمتش بها في نهار واحد ارا كيتاخذ الوقت كل مرة كنت نقص حاجة باش هكا ما كيغلبني الشقة وكان رتح ما كان عياش بالزات سوف يمبغي نخلط هادي المكونات حتى كنحصلوا على عاجين جانس بها الطريقة هادي هادي ناخدو شي كيس بلاستيكي او لا فيلم الي منتغ اللي متوفر عدنا وغادي نتلقو فيه العجينة باش ما كيمحناش هكا السابلي خصوصا هادي العجينة انها كتجيه شيشة بزاف باش ما تفتتش سفي بها الطريقة وكان ناخدو الدلك او لا الحلال وكان بقا نصرحو وغادي ناخدو المرشم اللي بغينا ان هنا ياخدت هالو كيتي لانا الو تيم اللي خدمت عليها او لا الموضوع اللي خدمت علي فلان اذاق صغف ديال بنتي هو هالو كيتي ناخدو المرشم ديال هالو كيتي هذا هو الشكل ديالو كيكون محتى دك الغطاية الدخلانية باش كنطبعو دك الوجيه ديال القطيطة سفي كنقطع بهات الشكل هادا ومن بعد كنستفهم فوق الصينية اللي راني نفرشها لها دي جاورق المطبخ بهات طريقة هادي وصفي غادي نديره في الفران على نار تكون توسطة ما نخليوش حتي الطيب بزايا فغي كيكتسبو حد اللون دهابي وما خليوش يتحمر مزيان وصفي هنا يشكل اخر صيبتو بنفس الطريقة ودرت له هادا طباعة هادي وخديت الحلوة بغيتو تزينه بهات طريقة انا بعد غادي نزينه بشكلات الابيض وغندي فوقه الشعرية ديال الشكلات ملونة تزين كيبقى اختياري وبنسبة للصابلي الاول لدرتو سامبل انا خديت نفس القطع هادي نيد ديال هالو كيتي وخديت عجنات السكر قدرت لها اللون وردي او اللون غوز وصفي مبعد زينت بها للصابلي غادي تشوفوه معايا في البي في كي كي جي وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاولة خليكم تشوفوه موسيقى وهذه هي الطاولة اللي حترت نتمنى تنالارجابكم هاذي هي الدراء اولا فالدراء اللي حضرنا كي كتشوفو خديت خديت هادو ديال مادلين ودرت فيهم الدراء وصفين بعد خديت هادا السلوفان وش طيبتوا له هاد الشكل هادي هي الحلوة اللي حضرت معاكم انا هنا درتها في الشكلات الابيض ودرت فوق هاد الحلوة هادي كتجيزوينه ودرتها في كوغتات وحطتها به هاد الشكل هادا كانت منتنا لإعجابكم وهادا كوكيز اللي داي جاراني حضرته معاكم غدا نخليكم الوصفة ديالو وهنا درت الحلوة راكو عارفين الوليدات كي يحمقوا على الحلوة وهناي هاد الكاب كيك صايبتهم عاديين ما فيهم تاشي حاجة درت لهم كريمة الشنطية ملونة باللون غوز وزينتهم هاكا به هاد طريقة هادي وكذلك استعملت هاد النب ديال هالوكي تحته وراه كيتباع وهادو هادو هادو سويكات ها كدرتهم اللي بنيتات ياخدوا فيهم الحلوة اللي غادي يجمعوا من البيفيل اللي بغوا ياخدوا معهم شي حاجة للدار وهدا هو الشكل ديال ديك المصاصة اللي حضرنا هدا هو الشكل ديالها كيكاتشوفو كتجيزوينة وكتجيشدة راسها ما كدب متاشي حاجة وكي يحمقوا عليها الوليدات وكنزينو هاكا اللي بفيه افكار بسيطة وسهلة وقتصادية ما كيلاش نكلفو على راسنا وهدا الصابلي اللي قد كنتم زينت باعاجين ديال السكر قدرت واحد اللون وردي او لغوز بارد بزاف كييجيشكل ديالو زوين بها الطريقة هادي ورا كييجيغزال بزاف وكيبقى سهل في المتناول صافيو هادي لطارت كيكاتشوفو هادي هي لطارت وهادا الشكل التاني ديال السابلي اللي قلتكم انا درت في الشكلات شكلات درت له ملون غوز وخديت ديت فيه السابلي ورشيتو بالفيرميسيل ديال الشكلات وفيرميسيل ملونة وهادا الحلوة الصغيرة كيكاتشوفو هادي اللي بمبون هادو را الوليدات الصغيرة كيعجبوهم الالوان وبالنسبة للكيسان والطبيصلات اخضيت واحد الباكي كيتباعو فيها كامل انسامبل كيكون فيها الطبيصلات والمنادل وهاد الكيسان هادو وهادو بشكل عبو الوليدات كيكون فيها حتى الطرابش كتكون كاملة كمبلي كتقام اقتصادي حتى هي وهدا هو اللي بيفيد اليوم اللي حضرت لاني فاق سيغد بنتي ساهل وبسط كنت مني ينال الاعجاب ديالكم وكي كنقول دي ما اللي باقي ما اشتركش عفوان قبل ما نكمل هاد طرابش اخذتها البنتي فيها رقم ثلاثة وصفي هدا هو الفيديو دياليوم كنت مني ينال اعجابكم كنت مني نكون انا نفتكم ولو بالقليل وكي كنقول دي ما اللي باقي ما اشتركش اشترك معايا في القناة ودعموني بلا جيم وبرتاجوا مع الاصدقاء ديالكم وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله